السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم نادا من قناة عالم نادا لتحدي القراءة كوفيد 19 او كورونا كيف ما كان عرفوا اللي صاب الالاف من الناس واللي انطلق من موهان اللي هي الصين وانطاشر لايطاليا واسبانيا احنا ما بغناش نوصلو لدكشي اللي وصلو له هاد الناس هادو كنعرفو الدولة ديالتنا علش قادرة لهذا احنا اتخذنا الاجراءات اللي طلبتها من الدولة قبل ما يتفشاء المرض في الارجاء كاملة كان طلبوا من الناس انهم يتقوا الحضار وكيف ما قالوا جميع اليوتيوبر ذات راه الوقاية خير من العلاج واحسن حاجة غادي نقدر نقولها هي دكشي اللي قال الاعلامي في قناة الجزيرة نعلم قدرنا عندكم فلا تعانقونا قد يحمل الضم ما لا يعو ولا ترجونا واكتفوا بالتحية من غير مصافحة ودعوا ايديكم تترقوا قلبا حنونة وضروا التقبيل فمعظمه مكروه في سنة خير العالمين واغسلوا ما ظهر منكم بعدما بطن وانفقوا ولا تبخلوا ماء ولا صابونا لا تقولوا بعد فوات الاوان لم نصبهم بل اصابونا فالنتيجة واحدة سرير اصفر ان وجدناه واكرمونا او صندوق هو قدر حتما لا تستقدموه ولا تستأخروه فلا تستعجلون هذه يدي ستبقى في جيبي من شاء فليغضب ومن شاء يعذرنا لن نأخذ اكتر من نصيبنا او اقل منه ونسعى لا يكون نصيبنا الكورونا وان كان فالله مرجعنا سندكركم بالخير السلام عليكم معكم قناة اوتروجا شانيل المغرب حاليا كيعيش واحد الضغطات وكيعيش واحد الحالة اللي صعيبة واحد الواباء للعالم كامل ما قدر شعليه باش ننضموا مع الدولة دينا ونعملوا يدرنا في اليد خسنا نتنطو لأي نصيحة كيقدموها لنا ونلتزموا البويت دينا هذا من جهة جهة تانية ضروري رجوع الله سبحانه وتعالى ونجددوا التوبة دينا مع الله سبحانه وتعالى ونصلوا دينا في وقتها والدعاء ومن ننسوش الأطفال دينا نرقوهم وكذلك نساعدوهم بالمقويات او الغذاء الصحي انا كأم قال صاف داري عملا حاجر صحي لراسي لا متفردوا على اليد دول كانت مننا اي واحد حتى هو او اي وحدة جميع وليدتها وتقلص في دارها ستفوت هاد المرحلة وعنا فقط 15 يوم وان شاء الله الامور ستقول لي احسن وغادية وكذلك تحسن سنخليكم مع باقي اليوتيوبر سيعطوهم الكلمة ونصيحة هنا باش كل شي يعمل بها نتمنى انكم تستوعبوا خطورة الامر اللي احنا فيه ونفتخروا كما اقول دائما ببلادنا لانها قايمة بخطوات سبقة يعني سبقة عيدة الدول بهذه الخطوات اللي كتعمل وهذا الحجر الصحي اللي طلبات من المواطنين ديالا انهم كل واحد يقصوا في دارهم ونشدوا المدارش هدوز جوامع ضرورة لان هنالي ضرورة خصنا نلتزموا بها شكرا لكم وكملوا باقي معنا الفيديو في المطبخ شاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة كاي مواطنة عند غير على بلادها وغير على خوتها خصنا نتحددو هاد المرض وخصنا نتحددو انتصدو لي ونكونوا ايد وحدا ونتعاونوا وانتضامنوا مع بعض دياتنا في هاد المحنة حتي يدوز هاد الوباء على خير خوتي أختي المواطنة أخي المواطن جلسوا في ديوركم شدووا لي داتكم عندكم ونخرجواش لبرة فش كان خرجو البررة وكانخليوا وليداتنا على براه كان ساهوا في انتشار ديال هاد الوباء وهاد الوباء هادية الفرصة الواحدة دياله باش كيت انتشر بسرعة فائقة أقول أن أخي في طارق و أخي في طارق وحصنوا أوليداتكم و حصنوا أوليداتكم و حصنوا الناس التي يعزز عليكم كما أنت الفيديوية ستجد حياتنا نحصل للمجاليها العادية لذا سوف نكون جد المسؤولية سوف نتحدى هذا المجرد سوف نتطرع على و لكن بشرط أولا سوف نحصن أوليداتنا و نعقل و نعطل وقوم بأينا و نغسلهم جيد و نغسل الوليدات و نغسلهم بأيهم باش نكون وحمينا روسنا وحمينا الناس اللي عزيز علينا وشكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا من قناة امبايان اليوم انا كنشارك معكم في هذه الحملة في اطار التوعية والحد من فيروس كورونا وجيت نقول لكم الله يخلكم من بلح سياطات اللي خاصنا نعملوا بها اللي خاصنا نعملوا بها وخاصنا نديروها اللي هي اول حاجة النضافة ثم النضافة نغسلوا ايدينا مزيان بالماء والصابون كلها أبوع ساعة والتاني حاجة اننا نبقوا في المنازل دينا ما نخرجوش الا للضرورة ونستفدوا من النصائح والتعليمات اللي كي يعطونا ومنسوش اكيد التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة والاكتر من الاستغفار وبهالتعاليم غادي نحافظوا ان شاء الله على صحتنا وصحة ولداتنا وعائلتنا وحتى على صحة المواطنين ديال هاد البلد الحبيب ونخرجوا ان شاء الله بهاد محنا باقل خسائق السلام عليكم معكم قناة ليمونة اسباس بغيت نقول لكم بدوري حتى انا راني قلصة في داري ومتان خرش وليداتي معايتهما سادين علينا دارنا يعني ما كنا مشو عن التشي واحد والتشي حد ما تيجي عندنا لانه هادي واحد الفترة اللي هي حارجة خسنا غالل تازمو ونديرو يعني المجهود اللي علينا والشي اللي علينا والكمال بيدي الله كي الناس اللي كي يقول لك اللي كوش ديال الله اي يا را كوش ديال الله ولكن الانسان خصو شوية ديال الوعي منشو شرمو نفسنا لتهلوكة يعني ما نضروش نفسنا وما نضروش حتى الناس الاخرين لانه هاد الوباء را كين تشربو حد السرعة فائقة الى احنا التزمنا وكل واحد قلص في داره لحتدس هاد الفترة را ان شاء الله ما غيكون غير الخير نعقمو البويوت ديالنا نحاولو ناكلو الأغذية اللي كترفع لنا شوية من المناعة ندكروا الله سبحانه وتعالى نكتروا من الأدعية وهاد الشي را ها وغا فترة وغا ددوز كيف ما قلت لكم يعني فترة ستتنائية نتمنعوا من الله سبحانه وتعالى ينزل في قدر اللطف والوليدات را هم يقلصوا من المدرسة يعني هاده را هماشي فترة طعة العطلة لانه والله يهديهم بعض النساء تخلوا ووليداتهم يخرجوا يلعبوا في الزنقاء هاده را هماشي وقت تعالى اللعب وماشي عطلة قلصوا وليداتكم في الدار يقراوا يدروا أنشيطة يرفعوا على نفسهم مرة مرة باش ميملوش لأن الوليدات تنعرفوهم تيقنطو ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هاده فترة وغا تمر بسلام إن شاء الله ويا ربي نطلبو قلط السلام عليكم أخوات كنتمنى كامل تكونوا على خير وبخير معكم منوعة أم أيمن تي في كيف ما كنتشوفو هاد الفيديو ما فيه لا وصفة لا تشي حاجة فيه كلام من القلب الخوتي وخواتتي المغاربة كنتمنى كامل تكونوا على خير وبخير والله يحفظنا ويحفظكم يحفظ جميع أمتي محمد وجميع الديانات في جميع أنحاء العالم خصنا كمغاربة كامل نكونوا واعين بخطورة الأمر خصنا نكونوا واعين بأن هاد الوباء راح خاطر وما قدرش عليه إلا جميع الدول اللي فيهم العباق وما قدرش عليه خصنا نتاهموا في هاد الخطوة لدارة الدولة بأننا نشدوا علينا بباننا ونقلسوا في ديورنا ونشدوا رجلينا في ديورنا ما نمشي وعند حد ما يجي عندنا حد ما نسلموا على حد شديوا يداتك عاونهم بالأكل اللي غينفعهم وحاولوا أنكم تبعدوا الناس اللي كيخرجوا للخدمة وكي يجي ويغسلوا يديهم وينعقموا روصهم مع هذا فشي يشدوا ليداتهم والله يحفظ للجميع باش نخرجوا كاملين على خير وبخير باش نخرجوا كاملين سالمين من هاد الواباء الخطير ونعاونوا الدولة دينا في أننا ما ينتشرش هاد الواباء را كيف ما كتعارفوا كام غير برا ما عندناش الصحة وما عندناش الأسيرة كافي لجميع الناس الدولة دارت خطوة أنها تسد المدارس وتمنع التجمعات احنا خصنا نساهموا في هاد الشي ومنقوش عير مجمعين في المحلات مدكوكين وكنتخاط فورا هالخير موجود كافي عير خصنا احنا نكون فينا القناعة وشكرا ليكم والله يحفظنا ويحفظكم ونخليكم مع الأخوات السلام عليكم أخوتي أخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أنا أم كوثر من قناة وصفات شيوة أم كوثر اليوم جيت نتضامن مع جميع أخواتي اليوتيوبرزات عفاكم بقاوا في ديوركم اليوم خصنا نكونوا يد في يد وناخدوا الموضوع بجدية خصنا نبقوا في ديورنا باش نتعاونوا مع وزارة الصحة وندعموا البلاد ديالنا فافتخذ هذه القرارات الصحيحة اللي كانت تحمينا وتحمي ولدتنا والناس اللي عزاز علينا الدولة بغية تحمينا وخصنا نتعاونوا معاها ونديروا يد في يد ونقلسوا في ديورنا كانت مننا هاد الرسالة توصل الجميع الجميع المغاربة وكانت مننا الصحة والسلامة للجميع السلام عليكم أنا وفاء من قناة عالم وفاء شعارنا اليوم هو إليك أنت تبغيي ولادك بلص تارك بش تحمي ولادك وعائلتك لهذا قدرنا هاد الفيديو هادا باش نوعوه بالساف ديالناس اللي باقين واخدين هاد الأمر هادا يعني ما واخدينوش بجدية لهذا ما كنتيش انتك تخاف على راسك هرا عندك عائلتك عندك ولداتك عاملين ما عندهمش مناعة يتقدر تأدو من هاد شي لهذا كنطلب منكم الواحد يخرج للضرورة ويخرج ويدير الوقاية يحسب راسكو أنه هو في هاد فيروس هادا يعني حتيو في راسو عاد باش يخرج باش ميعارجش الناس الاخرين الخاطر هادا كنطلب منكم اي واحد ياخد هاد الأمر بجدية هاد شي راح ماشي يدي الضحف وندير ويدينح ويدين وردياتنا وطبيعة الحال يريدرنا هاد شي ان شاء الله هنتغلبوه لهذا الأمر هادا بالوقاية واشكرا لكم السلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته كما كتشوفوا في هاد المنشور اللي رائج في الانترنت يقولك خليك في الدار أصبوعين فقط ولك القارار عندهم الحق را خصك تحق لما خفتيش على رأسك خاف على عائلتك خاف على المجتمع خاف على الشعب خاف على بلادك باش أنا كان نصحك ما تخرج إلا للضرورة القطوة وإلا خرجتي دير احتياطاتك دي معك معقم ولا غير لالكول ومسح به ولا شفتي الاكتضاد في شي بلاسة وإياك تمشي للاكتضاد دائما بعد على البلاسة اللي فيها الزحام وبالنسبة أما بالنسبة المواد الغذائية فديما الدولة را هكا تقول لنا بأن را هكول شي متوفر ما كي لاش علفة ولا ولا الزحام على المكلة حيث حتى هدك الزحام اللي غاد يديره حتى هو را هكا خطر عليك السلام عليكم كيف انتم موليداتي لا بس على خير الحامدلله أنا يوميات لنا تيبي ما نقول لكم مولادي أنا وحل عم عندي مرط مزمن ديال السكري نتمنى الله يعفينا ويعفي جميع المسلمين منه وكننقول لكم موليداتي حتى قالوا لكم قلصوا في ديور ديالكم ما نخرجوا شي إلى الحاجة ضرورية مثلا الدواء والطبيب حفظ على رسول حفظ على الناس الذي قدامه اللي حداه ونعقم الدويرة ديالنا ونعقم المسائل ديالنا ونشكر الدولة ديالنا على هاتش اللي قيمة به وهاتش اللي عملات ونشكر هذا الملك ديالنا محمد السادس الله ينصره الله يعونه على شعبه على وليداته بالصحة جيدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة